السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معكم بلا العراقي ولايف جديد معه بلا العراقي وفي الليف ده هنتكلم على 3 نقاط مهمة جدا اليوم وأحداث ساخنة في الرياضة المصرية النهاردة غلق قناة نادي الزمالك ويعني تصريحات عبدالله السعيد ضد النادي الأهلي والأهلي يشتب عضويات هؤلاء في البداية طبعا ما تحرموناش من لايك وشيل الفيديو ولون مش تابعيني على الصفحة يا ريد بعد إذنكم تتابعونا المجلس الأعلى للإعلام فيه أساعات متأخرة بالليل أعلن بيان صادر لي أنه هو هيبتدي حقق في المخالفات اللي أصدرت من قناة نادي الزمالك وعلى الوجه التحديد من رئيس نادي الزمالك يعني بصراحة المجلس الأعلى ما احترمنا الشديد للناس المسؤولين في المجلس الأعلى للإعلام ولكن تحسوا أنه تصريح أو حاجة كده يعني اللي هو برضي بها الناس يعني مش عارف أولا خلينا نتكلم ونشوف التصريح اللي طلق منهم إيه ونبددي نعلق عليه بللك فتح تحقيق عاجل في شأن تجاوزات قناة نادي الزمالك وحضرتك لسه هتفتح تحقيق عاجل هي مش محتاجة أصلا هي مش محتاجة تحقيق لأنهم فسرها نفسها بس في نقطتين كده في البيان أو في الخطاب أو في الكلام اللي طلقوا المجلس الأعلى للإعلام بصراحة يزعلوا يزعلوا قوي هقوله لكم بلك إيه بقى يحذر كل الأطراف من الاستمرار في ارتكاب مخالفات تتنافى مع السلوك الرياضي النظيف هم مين كل الأطراف حضرتك يعني حضرتك انت بتقول بحذر كل الأطراف مين كل الأطراف ده هو طرف واحد يعني انت شفت فين تاني حضرتك هو طرف واحد اطلع اتكلم كده ما تكلمش صفة الجمع كمجلس أعلى الإعلام اطلع قول بتكلم عن طرف واحد لكن تقول انا يعني بحذر كل الأطراف مين كل الأطراف حضرتك مين كل الأطراف ثمّلنا كده الأطراف هل انت بتحذب قناتنا للزمالك المجموعة اللي قاعدين كل واحد فيهم طرف لا طبعا قناة برئيسها ده طرف طرف واحد ما تقولش ان انا بحذر كل الأطراف ده أول حاجة بلك بعد ان اعطى فرصة طويلة لجميع للجميع بعد ان اعطى فرصة فرصة طويلة للجميع على مدار شهور عديدة جميع مين حضرتك اعطيت فرصة فيه بقى ايه ممارسة حق النقد والرأي والرأي الاخر لمين يعني لمين النقد ده المين لمين هل كان يا جماعة اللي احنا بنشوف على قناة ده الزمالك ده ده نقد مش نقد فما تطلعش تقول انك بتدي فرصة للنقد والرأي والرأي ده كلام بلح ده كلام ما يتعقلش حضرك بتخاطب مين المفروض بتخاطب ناس عقلة ناس فهمة بلاش تضحك على الدقون ده ويجي بقى يقولك ايه في الاخر ويهيب المجلس بالجميع بداية مرحلة جديدة والتحلي بالروح الرياضية برضو بالجميع اللي هم مين الجميع برضو ما تفهمش ما تفهمش برضو خطاب يعني عايز اقولك هل هل قناة ده الزمالك هتتوقف انا بقولك لا كبيره هيأمل ايه كبيره هيمنع رئيس نادي الزمالك مثلا يطلع لمدة شهر ولا حاجة بس زي ما كان بيحصل الزمالك ورئيس نادي الزمالك كان بيأجر ساعات بس على احدى القنوات الاخرى كان على قناة المحور والحدث والقنوات دي كان بيروح يأجر ثلاثة اربع ساعات وكان بيطلع فيهم وكان نفس الفيلم الهندي ده كان بيحصل هو هو كان كبيره بيعمل ايه يوقف البرنامج شهر يوقف موزيع شهر يوقف حضرته شهر بس هل القناة هتوقف لا مش هتوقف انا بقولك مش هتوقف مفيش حد يوقف هو كبيره يوقف شهر بس المشكلة بقى انه هو بيتكلم او الخطاب او البيان الصادر من المجلس الاعداء بيتكلم بصفة الجمع اللي هم مين الجمع انت ما تعرفش يعني مش مشكلة احنا بنجمع وخلاص مش عارف هل هيتم وقف رئيس نادي الزمالك عن الظهور في القناة ده اللي هنشوفه الفترة اللي جاية نجي بقى للنقطة التانية وهي تصريحات عبدالله السعيد في محاولة لشيطانة الناد الاهلي يعني عاوزين يطلعوه شيطان وان الناس دي وحشة وان الناس دي بتعمل وبتتحدى وبالدعم واستقبله وحاجات كتيرة جدا في تصريحات عبدالله السعيد النهاردة خلينا ناخدها حتة حتة كده ونرد عليها بس يسأزن حضراتكم نعمل لايك وشين للفيديو ولما اشتابعينا على الصفحة يا ريد بعد ذلكم تتابعونا عبدالله السعيد النهاردة تلع فيه او اتكلم مع احدى الصحف الانجليزية مش عارف ايه بريطانيا يعني معنا في ايه مش فهمش كان سياسة ورياضة وكل حاجة يدخلين معنا لا ايا كان المهم تلع عبدالله السعيد اولا خلينا نتفق على بعض النقاط الاساسية في شخصية عبدالله السعيد اولا هو لاعب زو مهارات فنية عالية جدا كان اضافة للناد الاهلي بشكل كبير جدا ما حدش يقدر ينكرها كان مؤثر لاعب اشتغل او قاعد في النادي الاهلي بدون مشاكل كتير ولكن هل هو غلط في حق النادي الاهلي هل النادي الاهلي غلط فيه ده اللي هنعرفه من تصرحاته ووجهة نظره هنرد عليه اولا عبدالله السعيد بيقولك ايه الاهلي دمر مستقبلي وتوقيع للزمالك قتل مسؤولين كتير في النادي الاهلي فخلينا ناخد التصريح ده على حتتين اولا الاهلي دمر مستقبلي هل الاهلي دمر مستقبل عبدالله يعني هل الاهلي هيقعد وخلاص عبدالله السعيد هيكيد فيه ودمر مستقبله ليه بيقولك علشان خاطر ايه توقيعه يعني للزمالك طب ما تخلينا نشوف كده ونرجع التاريخ شوية ونفتكر لعيبة قبله اولا لو جيت بصيت على عبدالله السعيد مثلا في وقته كان مين بقى كان بعديه رمضان صبحي شريف اكرامي واحمد فتح هل احمد فتحي لما قال لنادي الاهلي انا مش هجدد وان انا جايني ببرامد رغم ان كان بين اهلي وبرامد مصانع الحداد قال لك ان انا مش هجدد وخلاص وهروح ببرامد اهلي وقف في مستقبله الاهلي دمره الاهلي عقبه بالعكس بالعكس لما قال كده المسئولين المسئولين يعني خلاص احترموه واشتغل مع الفريق لحد اخر ماتش وتكرم تمام من الجهاز الفني والمسئولين وخرج بشكل شيك خلاص انتهت الاهلي دمرو ما دمروش خالص رمضان مش اعاوز يمضي تفضل يا حبيبي مع السلامة خلاص اكرامي مشي ظروف ليه ظروف تانية بس مشي فالاهلي ما بيدمرش اللعيبة طب نيجي نبص اللعيبة تانية خلينا نبص على الشيكبالة مش كان في وقت من الاوقات جي من اليونان ومضى للاهلي مضى بعقد رسمي تمام وخلاص وقانوني وكل حاجة فيه قانوني لكن لما جي انا مش اعاوز ارعب مع الاهلي مع لش هرجع الزمالك تاني الاهلي عمل ايه احترموا تفضل عقدك نفس القصة مع جمال حمزة جمال حمزة وشيكبالة في وقتها كان لنجوم الساحة كان لنجوم الساحة حرفيا الاهلي دمرهم وساعتها كان هيروحوا لمين هيروح للزمالك المنافس فالاهل لو عاوز يدمر كان على الاهل قال لك لا يا باشا انت اللعب بتاعي خلاص انت جيت لي وقانوني مش عاوز تلعب وقعد بعدك ما لعبكش مش هديك عقدك مش همشيك مش همشيك عشان خاطر المنافس بتاعي استفاد بيك لكن احترم رغبته احترم ان انا جاي مش عاوز يلعب في الاهلي خلاص خلاص مفيش حد انا مش عاوز يلعب والاهلي ميسك فيه تمام فالاهلي مدمرش مستقبلك لكن في حتة بقى ان ايه توقيع للزمالك اتل المسئولين اتلهم فيه اتلهم فيه حضرتك يعني عبدالله السعيد ماشي في 2018 لحد دلوقتي الاهلي واخد تقريبا عشر بطولات ده غير البولونزية تعال اقول لك ان الاهلي واخد اتنين دوري اتنين دوري مصر اتنين سوبر مصر اتنين كاس مصر تمام اتنين دوري ابطال افريق اتنين كاس سوبر افريق ادي عشر بطولات ده غير اتنين تلت عالم لو هتحسبها كوكيمة شرفية ففين فين القتل بقى ما اثرتش حاجة في الاهلي ما احترامنا لتاريخك الفني وللأداء والعطاء اللي انت قدته وانت قلت ان انا هلعب محترف وهنيجي حتة الاحتراف دي بعدها حضرتك ان انت لعب محترف تمام نيجي بقى للنقطة التانية بيقول لك ايه لا اعتقد اني لم اخطئ في حق النادي الاهلي عندما مضيت مع الزمالك هل عبدالله السعيدة جماعة اخطأ لما مضى للزمالك قانوني لو بسط لها ان هو مضى للزمالك اشك في كده ان هو مضى للزمالك في نهاية الست شهور اللي هم القانونيين بتوع اللي الفيما بحددهم ان اخر ست شهور في عقدك يستحق ان انت او يحق لك ان انت توقع لأي نادي او تتفاوض مع اي نادي بس هل من احترافية عبدالله السعيد انه بلغي النادي الاهلي لا لا لحد اخر دقيقة النادي الاهلي كل ما يجي يقعد معاه يا عبدالله يلا نمدي اه معلش شوية مع انه ماضي في الزمالك تم تقول لهم قول لهم خلاص يا جماعة انا مش هلعب في الاهلي خلاص انا رايح اه الزمالك رايح في حتة تانية فهل من الاحترافية ان انت ما تبلغهمش لا طبعا لازم انت بلغهم ففين بقى الاحتراف فين حق النادي الاهلي هل النادي الاهلي زرمك هل النادي الاهلي ما خدتش اي عقد من حضر يعني ال6 اثنين التي عثتهم في النادي الاهلي فيه عقد تاخر عليك فيه عقد رعاية او عقد اعلانات او 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 تاخر عليك فيه اي قيمة مادية او معنوية النادي الاهلي اخرها عليك ابدا طب فين حق النادي فين حق النادي لما تيجي حضرتها خلاص هتمشي وهو بيتفوض معاك وعايزك وانت تقوله وانت تقوله ماشي 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 لحد لما الاعلام ولما الناس تتكلم ولما الصور تلعت ان انت بضعت للزمالك فخلاص انت دورت على مصلحتك الشخصية بس فمن حق النادي الاهلي دور على مصلحته بس جسعتها وقتها النادي الاهلي جابه وحصل بقى تفاوض من ترك الشيخ والكلام ده كله والكصة اللي احنا عرفينها دي وماضل النادي الاهلي وبعدها النادي الاهلي جمده تفاوض برضو ترك الشيخ وقعد مع حمود الخطيب ولازمان اللاعب انا اللي جايبه والكلام ده كله قلله خلاص مش يلعب في الاهلي ويخرج في اي نادي تاني ايه اللي حصل بقى لما راح اهلي جده اللي حصل لما راح اهلي جده نادي الاهلي عبادة السعيد واهلي جده مضوا عقد ثلاثي عقد ثلاثي ينص على التالي ان حضرتك ما تتنقلش في الدور المصري قبل ثلاث سنين الا بشرط الشرط اللي كان موجود لو انت هتتنقل قبل الثلاث سنين تدفع اثنين مليون دولار والعقد اتمضى على كده وانت وافقت على كده واتقت اطراف وافقوا على كده ففين احترافية حضرتك انك تتحايل على القانون وتفسخ العقد مع اهلي يعني اهلي جده هيفسخ العقد مع حد بقيمة عبدالله السعيد وقتها عبدالله السعيد وقتها كان له قيمة عالية جدا فهل تعقل فده تحايل حلو انت عملته وفي الاتحاد المصري ساعدوا عليه مجد عبدالغني ساعد في ده هانيا بوريدا ساعد في ده احمد مجاهد ساعده في ده الاتحاد اللي عارفين مشاكله ايه وعمل ايه مع النادي الاهلي ساعده في افريقيا وغيره ساعدوه وجهه وتفتح لواب القد في وقت اصلا متعرفش فتح امتة وتسجل امتة وجيمة طهرة لعب ايا كان حضرتك يا كابتن عبدالله بتقول ان انا لعب محترف فهل من الاحترافية انك تتحايل على القانون لا طب النادي الاهلي لما ياخد حقه بالقانون او يلجأ لي القنوات الشرعية والقضائية عشان ياخد حقه ده حقه لان في الاخر مجلس الادارة ده مجلس ادارة منتخب من قبل جهة عمومية لنادي هو نادي حكومي يعني عليه جهات رقابية حكومية هتيجي ممكن تسأله تقول له حضرتك اللقب الفلاني او العقد الفلاني حضرتك عملت ايه عشان خاطر تاخد حقك تاخد اتنين مليون دولار دولار البند او الشرط اللي انت كنت حطه عملت حاجة ما ينفعش هيجي يتحاسب هيجي يتحاسب من جهات رقابية فبيعمل اللي عليه بيعمل اللي عليه وبيحاول ياخد حقه بالقانون ففين بقى احترافية عبدالله السعيد في الموضوع مفيش ادنى احترافية الاحترافية لما حضرتك تيجي اخر ستة شهر واكاد اشك ان عبدالله السعيد مضى للزمالك في اخر ستة شهر مع الاهل ايا كام بس على الورق اكيد هتتبست في ان هي اخر ستة شهر تمام المفروض بقى اخر ستة شهر كاحترافية تعمل ايه لما يجي النادي يقعد معاك زي ما حصل محمد فتح اي نعم محمد فتح حصل تمويه شوية ولكن في الاخر يا جماعة انا جاي لي بيرامدز بمبلغ كذا وده اخر حقد لي وثبوني اامل مستقبلي ولا يهمك يا عم احمد اامل مستقبلك وتكمل مع نادي الاهلي وانت بتلعب لحد اخر ماتش لنادي الاهلي كان احمد فتح بيلعب والمدرب بيختاره ومحدش اتدخل في اختيارات مدرب وقال له اقعده او بعيده او اي حاجة لحد اخر ماتش كان احمد فتح موجود في الملعب فانت لو كنت جيت كده محدش كان اعترض نهائي نهائي وديتك امثلة ديتك امثلة بلعب زي الشكبالة شوف في موهبته ساعتها لما رجئ مليونان والنادي الاهلي سابه علشان الزمان يكيستفيد بيه وهكذا جمال حمزة وهكذا برضو حسن عبدربو حسن عبدربو مضى للاهلي وجي بعدها جي بعدها قال له لا معلش وسابه عشان يلوح الاسماعيلي يا جماعة اللي بيجي اي لاعب بيجي يقول لنادي الاهلي انا مش عوضة لعب اكيد ناجا مش يبسك فيه بس تبقى جاي ثكة وضغرة كما بيقوله لكن بالملاوعة خلاص يبقى كل واحد يأمل اللي عليه حابه يقول لي بقى طب ليه النادي الاهلي مضى وبعد كده جمده وبعد كده خرجه دي حاجة تانية بقى انت فكرت في نفسك اكيد المسؤول هنا هيفكر برضو صالح النادي الاهلي لان انا عدت اكلمك كتير وانت تماطل والجادل ويقولولك يا عبدالله انت ماضي وساعتها كل الاخبار وكل المعلومات اللي كانت خرجة ان سيد عبدالحفيظ بيتكلم معاه يا عبدالله في حد انت ماضي مع حد قل لي قل لي لحد ما جه قبلها بيوم واحسام غالي ساعتها كان بيتكلم معاه واما عايت شعف ايه السلام وضيت في الزمالك وساعتها الصورة طلعت وانتشرت والكلام اللي احنا عارفينه ده كله والاحداث اللي كانت موجودة وقتها فكلنا عارفينها فمن حق النادي الاهلي انه هو ياخد حقوقه لكن الموضوع يا جماعة كله تصريحات ولعب بالعاطفة ليه علشان اطلع ان الموضوع شخصي وان المسئولين وان مش عارف مين مين يعني محترامي للكابتن عبدالله السعيد والتاريخ وكل حاجة والقمته الفنية بس مين في ادارة النادي الاهلي هيعلق دماغه للدرجة دي اكيد مفيش اكيد مفيش وشوفنا الكابتن محمود الخطيب كان بيتعامل فيه امن زميله وصحابه ورغم ذلك ما كانش بيعلى ما بالك يعني فاتمنى ان الجمهور يعني ما ياخدش الكلام ده بمحمل عاطفة قوي لانه في الاخر هو امر قضائي وقدام محكمة واكيد فيه القاضي او المحكمة محكمة مركز التسوية والتحكيم لما حكم به للنادي الاهلي حقية ال 2 مليون دولار كان له حق وكان له مستندات وكل الكلام بورقة وقلم ومستندات فما يجيش بقى حد يزايد على الموضوع ده ما يجيش حد يلعب بالعواطف والتصريحات عشان خاطر يبين ان النادي الاهلي اه شطان ومش عارف ايه وبيدمر لعيبة ليه هيدمرك ليه مفيش نيجي بقى ليه النقطة التالتة في الفيديو النهاردة وهو النادي الاهلي يشتب عضويات هؤلاء وكمان فيه مقترح بالناس تاني بعد اذنك نعمل لايك وشيل الفيديو ولو مش تابعينا على الصفحة يا ريت بعض لكم تتابعونا النادي الاهلي فيه كلام طلع ان فيه اقتراحات من اعضاء النادي الاهلي بشطب عضوية كل من الكابتن هناء حمزة والاستاذ ابراهيم عيسى ليه ليه مبادرة منهم اولا كابتن هناء حمزة لما طلعت في التلفزيون واتهمت مجلس الادارة بالتزوير والتدليس عالني بدون واجه حق وبدون مستند رسمي بدون واجه حق وبدون مستند رسمي وتشهر به بالطريقة دي فاكيد الناس او اعضاء النادي الاهلي غيرين على لديهم فبالتالي قدموا المقترح به وفيه كلام ان مجلس الادارة هيعرض الامر على الجمعية العمومية القادمة ان شاء الله ايضا فيه شط بعضوية مقترح بشط بعضوية ابراهيم عيسى تم تخيل ابراهيم عيسى اللي بيتلع يتكلم وانا زمالكاوي ومش عارف ايه عضو في النادي الاهلي عضو في النادي الاهلي يعني ما انت زمالكاوي قوي كده تم تعمل عضوية في النادي للزمالك على الاهلي استفاد بفلوسك دي نقطة عمل ايه ابراهيم عيسى طلع اتهم النادي الاهلي والناس في النادي الاهلي بالنازية ومش عارف ايه وابشع الامثال وابشع الصفات اتهمهم اتهم فضيع جدا فبالتالي كان رد النادي الاهلي او رد اعضاء النادي الاهلي بمقترح بشط بعضويته فيه ناس تانية بتتكلم عن شط بعضوية كابتن مصطفى يونس والكابتن مجدع بالغني والكلام اللي طالع ان الكابتن محمود الخطيب مش راضي او مش عايز يقدم المقترح ده لانعقاد الجمعية العمومية ان في الاخر هو شايفهم مهما جرحوا فيه هم زميله وزملو في الملعب كابتن مجدع بالغني طلع امبارح واعد قالك انت هتعمله زي مرتضى وهتشطبه الناس ومش عارف ايه مع اين رئيس نادي الزمالك اللي هو بيقول انت هتعمله زيه ده هو على طول يعني متلقه السماء والرئيس النادي اللي مجاش زيه قبل كده النهاردة طلع يقولك انت هتعمله زيه يعني ايه هتعمله زيه اولا اولا فيه فرق كبير جدا النادي الاهل لما فيه حاجة بتحصل بيعرضها على الجامعية العمومية اللي هي لها الحق يعني ما بيتخدش رأي فردي او او قرار فردي من رئيس النادي او من مجلس الادارة يلا نشتب فلان نشتبه فيه ناس كابتشتب بالتليفون فيه ناس كابتشتبهم يعني بكلمة في البيت بدون رجوع لحتى المجلس الادارة من الاندية التانية لكن النادي الاهلي مؤسسة لو فيه حد يتجاوز او فيه حاجة او فيه قرار هيتعمل لازم ان يتعرض على مجلس الادارة بالكامل ويحصل مناقشة وبعد كده يتم الترح على الجامعية العمومية وهي اللي تقرر هو ده المؤسسة هو ده النظام المؤسسي هو ده النادي بجد مش اللي بيتاخد قرارات سردية بالرغم من ان مصطفى يونس او الكابتن مصطفى يونس تلع يوم الجمعة واتهم كابتن محمود الخطيب اتهم بشع بشع ان هو مسافر برا مش عشان تعبان وبيكشف الكلام ده كله لا ده هو مسافر مستخبي من الثورة والاحداث والكلام ده وهربان انت متخيل متخيل ليه متفهمش راجل تعبان مريض وكلنا شايفينه كل الناس شايفاء يقول لك مش عارف ايه اصلا هربان يا كابتن حرام عليك مش كده رغم ذلك رغم ذلك كل الناس او المقربة من كابتن محمود الخطيب بتقول انه هو رافد طرح او نقاش شط به عضويته بص شايف الموضوع يعني مفيش مفيش مقارنة الهائي فبالتالي ياريت ياريت نبطل افتراءات وياريت الكابتن مصفى يونس يراجع نفسه كابتن مجد عبد الغني الى حد ما يعني بينطقت بس يعني متقدرش تقول عليه جامد او كده زي الكابتن مصفى يونس الكابتن مصفى يونس يونس على مضار اوقات كتيرة جدا كان بيصدر للنادي الاهلي ومجلس ادارته اتهامات بشعة في صمصرة وعملات ومش عارف ايه مع انه هو هو اللي جه وتلق وتكلم في حوار تليفزيوني قالك انا مش ابيع الاهلي بس عشان الجنيه لان ابيع ابوهم هو نفسه هو نفسه اللي قال كده مش حد تاني فبالتالي على الكابتن مصفى يونس ان هو يراجع نفسه ويحاول يحاول يخرج برا الاطار ده لان خلاص جمهور النادي الاهلي رفضوا بشكل كبير جدا جدا خلال الفترات اللي فاتت وبسبب يعني تصريحاته وتناوله لنادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي ياريت الناس اللي معانا تعمل لايك وشير للفيديو ولو مش تابعونا على الصفحة ياريت بعد اذنكم تابعونا وقلونا رأيكم في التعليقات وانرد عليها اسماعيل مصفى بيقول منور الدنيا كلها حبيبي اسماعيل اسماعيل برضو بيقول لهم عشان بيخافوا من الشتيمة اه ابو ميرو منور الدنيا حبيبي احلى ابو ميرو والله يكرمك ابو ميرو طبعا صديقي العزيز واخويا مش صديقي بس اه شوية ملتطقة عزين ايه من واحد تحت اه فخلاص يعني بلاش نتكال الاهلي اكبر من كده اسماعيل بيقول الاهلي فعلا اكبر من كده و اكبر من ده كله اكيد طبعا اكيد الاهلي اكبر من ده كله سيدي فبراكة عبدالله فبراكة القرن اه شعف ايه اتنين ماشي يعني حكست عبدالله السعيد والحوار اللي حصل ده انا اتكلمت عنه وفعلا فعلا بلاش ناخده بمحمل العاطفة وان الناس الاهلي فيه شياطين وان الناس دي بتدمر اللعيبة وبيتتبعوا مفيش الكلام ده مفيش ودربتلك امثلة بناس كتيرة جدا جدا الشيخ حمدي بيقول احمد فتحي محترم طول عمره احمد فتحي محترم يعني اللعيبة معظمها محترم وعبدالله ايضا بتتكلم على اخلاقه وتربيته وهدوءه لا هو محترم كشخصية بس احنا بتتكلم كلها في وجهات نظر بس لكن بعيد عن شخصه تماما هو كل شخص احترام والرجل بصراحة ما بتلعش اه منه اي اثاء او اي حاجة بتصرحاته هو شايف من وجهة نظره ان هو ماشي صح ولو حق ايضا النادي الاهلي شايف ان هو من وجهة نظره ماشي صح ولو حق فبالتالي هيحكم منهم القضاء لكن لشخصه كل الاحترام والتقدير وللنادي الاهلي كل الاحترام ايضا والتقدير محمد بيقول احسنت برافو عليك الله يكرمك عن محمد تسلم وطبعا اه بشكركم جدا جدا في نهاية الفيديو شكرا لكم على حسن المتابعة وننساش نعمل لايك وشير الفيديو لو مستمعنا على صفحة رب بعد ذلكم تتابعونا دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة